مع كل أزبة تشهدها البلاد يتصدر الصحفيون قائمة الضحايا من قمع واعتداء فلقول الحقيقة ثمن باهظ وبتوقيت حساس وبمشاركة 82 إعلاميا عراقيا احتضنت أربيل مؤتمر الإعلام المستقل تحت عنوان دعم الاستقرار وتحديات الاستدامة الإعلام المستقل يواجه تحديات كبيرة واحدة من هذه التحديات هي تحديات اقتصادية يحتاج إلى أن يكون هناك دعم من خلال الإعلانات والتسويق المؤتمر هذا هدف الأساسي أن نجمع جميع هؤلاء المؤتمرين في التعامل في مواضيع مختلفة منها الإعلام والتحديات إرهاب الإعلام والاقتصاد والإعلام والتسويق والإعلان نحاول أن نعيد العراق إلى عراق مزدهر أكثر ونحاول أن نكون باقع أفضل ونعيد الاستقرار والأمن للمجتمع ويلعب اليوم الإعلام المستقل دورا بارزا في كسر الحواجز والعقبات وفي بناء السلام والاستقرار على رغم من التقييد لحرية التعبير ووجود إعلام مسيس مرتبط بسياسات إقليمية ودولية وطبقة سياسية لا تريد إصلاحا بل تريد دعاية وتمجيدا فتح مساحة أكبر للحرية والعمل الصحفي وأيضا فتح مجال أكبر للصحافة لكي يلعب دورا في تعزيز الأمن والاستقرار لمرحلة ما بعد داعش أيضا هناك خلل ظهر من النقاشات والحاديث أنه هناك الكثير من الكلام أنه مناطق كثيرة لا تزال تعيش الدمار لا تزال قضايا كبيرة مثل سبي الإزيديات مثل دمار الموصل الرمادي الحويجة أهل المناطق لم تأخذ خصوصيتها ومكانتها الحقيقية وأيضا إلى جانب الضحايا يعد العراق من أكثر بلدان العالم خطورة وتقييدا لحرية الصحافة حيث يحتل المرتبة السادسة والخمسين بعد المئة على الجدول العالم الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها ما بين إعلام مستقل وآخر حكومي وثالث مسيس إقليميا ودوليا تبقى معركة أصحاب الحق وكارهيها في خطر دائم من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة